ايه 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 ايهشكا خلقا تمام؟ والرجالة طبعا اااااااااا كله شغالة هوت والحمد لله بص على وقف بيه هنا على الباب بس قف بيه اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته احلى مساء عليكم يا جماعة تحياتي لكم وتحياتي لكم متابعينا في كل مكان في الوطن العربي وكل مكان في محافظة مصر. دي ما انتم تشوفين المكان طبعا جميل الخضرة المنظر شكل جميل طبعا جدا انا قاعد دلوقتي طبعا ورا المزرعة يعني الخيلة هي تمام? وآآ بنعمل البتاع اللي انا صورتها لكم قبل كده في فيديو. تمام? آآ طبعا حابب ان انا داردش معاكم في الجو الهادي والجو الجميل ده. آآ النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وده بناء عن حد كان كاتب لنا آآ رسالة او بعت لنا كومنت وبيقول لنا فيها آآ كابتن ابو نورة عندي آآ كلبة آآ كنت آآ كان حد قال له آآ لما تعمل حاجة آآ في تضربها عقبها اه لو عملت غلط والحاجات دي كلها. طبعا الموضوع ده هندردش فيه تمام? يلا بينا كده نحكي في الموضوع ده وندردش مع بعض ونشوف آآ النتيجة الصحية ايه? واللي المفروض نعمله صحي مع كلبتي ايه? طبعا يا جماعة آآ موضوع ان انا نعاقب كلبتي آآ معاقبة دايما يعني ان انا نعاقب على طول على طول على طول دي حاجة بنزهق بها الكلب بتاعي تمام? وفي نفس الوقت بنسبب له عقدة نفسية. آآ اتمنى ان الناس لما بنجي نتكلم في حلقة او نندردش في موضوع يا ريت الناس ما تفهمناش غلط تمام? ونحازر ونخلي بالنا من اي حاجة احنا بنتعامل بها مع الكلب بتاعك. آآ طبعا اهم شيء لما تيجي كلبك لما يكون عامل خطأ وكلام من ده وانت عاقبته. اوعى تنسى حاجة مهمة جدا بعد العقاب. ان انت تصلحه. ان انت تتراضى معاه. يعني معناها ايه? معناها انا دلوقتي لما يكون كلب عامل حاجة غلط وعاقبته او شخطت فيه او بايدي ضربته ضربة صغيرة او حبسته او طلعته على سطحة او كده او كده. بعد ما يعدي فترة الاعقاب لازم نرادي الكلب. لازم نصلحه. علشان نوصل للكلب معلومة ونوصل له فكرة في دماغه. ان بعد الاعقاب فيه صلح. بس فيه صلح بنان عن ايه? فيه صلح بنان عن ان انت عملتلي الحاجة الصحة اللي انا عايز. تمام? طبعا اه ولنفترج مسلا. يعني انا دلوقتي بقول لي كلب اقعد ما اقعدش اقعد ما اقعدش. فبندربه ضربة بيدي صغيرة على دهره وبنقول له اقعد وبنشخد فيه اعلش وبسط اعلى شوية. بيبدأ ان هو يقعد ويبصي لي. بيبصي لي منتظر ان انا حيكون ردي فعلي ايه? لما هو فعلا قعد ونفز لي طلباتي. اول حاجة نعملها واول قرار ناخده ان انا نعلق المصلحة على طول بالفعل اللي هو عمله. يعني ايه? يعني ما تستنىش ان ان انت بعد ما يقعد تستنى ساعة ولا ساعتين وتقول لي حنصلحه بعد ساعة ولا ساعتين. لا. اول ما ييجي كلبي مسلا والنفترج ان انت جيب كلبك كده حطه قدامك. تمام? وقل له اقعد. ما في فضلك ما اقعدش اول مرة. قلت لك اقعد. ونجي شاخد فيه ونجي بايدي كده متضغط على ضهره او ضرب ضربة صغيرة على ضهره. هيبدأ يقعد ويبصي لي. اول حاجة عينه هتبدأ تيجي اتجاهي. بيبصي لي بيقول انت ليه بتعمل كده? اول ما قاعد نجي مطبطب عليه واقيل له برافو برافو شاطر. اصبح كده ان انا ربطل الكلب كزا حاجة. اسلوب اللي هو اسلوب ان انا طالب منه يعمل حاجة وما كانش بيعملها. ولما عملها بعدها الاسلوب تغير والموضوع بقى فيه تراضي. بالطريقة دي بيبدأ كلبك ينتبه لكلماتك وبيبدأ ينتبه لصوتك وبيعرف انت عايز هي منه بالزبط. لكن ان ان انت تيجي تقول لي كلبي مسلا قاعد ما عادش جيت ضربه. وبعدها جي قاعد وجيت سايب وبعدها بنص ساعة نصلحه كده انت مربطلوش الصلح اللي انت عملته معاه او المحبة اللي انت بتعملها معاه مربطتهلوش بالفعل اللي هو عامله لك دلوقتي تمام? فتحاول ان انت تربط افعالك بكلماتك. اربط افعالك مع الكلب بكلماتك. خلي الكلب توصل له ذاكرة وتشتغل عنده فكرة تمام? ان هو اه في سبب زعالك منه عشان منفزوش. وفي سبب صلحك عليه وردك بسرعة عشان هو نفزه. يعني خليكوا انتو الاتنين صحاب خليكوا حبايب. اه حاول تقرب منه. اه بالاسلوب ده هتفهم طريقة الكلب. بالاسلوب ده هتقدر تتعامل مع الكلب. اه هتفهم حاجات كتير. تمام? اه طبعا اه اه دي حاجات مهمة جماعة لازم كلنا نبعارفنا. اه حد تاني كان كاتب لي يا كابتن كلبتي كان فيها اراد. اا اول ما لقيت فيها اراد بباسأل حد صاحبي قال لي حط عليها بنزين. ايه ده? ايه الكلام اللي انت بتعمله ده? ايه الكلام الغلط ده? حاسب 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 حاسب. مش اي حاجة تعملها ومش اي حد نسمع كلامه. بنزين ايه اللي نحطه على الكلبة? علشان ايه نطلع الاراد اللي فيها. بنزين ايه اللي نحطه على حيوان عشان نطلع حشرات. البنزين ده يا جماعة بيهري الجسم. بيبهدي للجسم وبيدمر الدنيا وبيدمر الشعر وبيدمر حاجات كتير في الكلب وممكن البنزين ده يسبب في حالة موت مفاجئ لان البنزين بيخنو فحرص قبل ما تستعمل الحاجة كل حاجة ولها طريقة كل حاجة مشكلة عندك لها نظام تحلي به وبطريقة بسيطة وبطريقة سهلة وما تستعملش حاجة لما يكون حد جربها قبل كده عشان انت ما تقعش في الغلط انت مش هتشتغل حقل تجربة على الكلب بتاعك احنا ممكن بنعرف ايه الحاجات الصحيحة ونعملها في المزرعة ونبدأ ان يفيد بها الناس ونقول نعمل كذا ونخلي كذا لكن انت عندك كلب واحد ما تحاولش ان انت تضيع نفسك وتمشي ورا حد مش فاهم او ما عندوش دراعي بوضوع البنزين ده يا جماعة نبعد عنه نهائي اي حاجة من انواع النفط نبعد عنها نهائي في حشرات في تنظيف في كلام من ده انا نفتكر مرة من 10 سنين كان واحد حاب ينظف البوكس بتاع الكلب جغس له ببنزين ومش عارف مين لمولع سجار ولع في الكلب وولع في البيت كله حرصه يا جماعة مش اي حاجة نشتغل بها ومش اي حاجة نعمل بها احنا قلنا ديزانول واغتاكروم لان ده مبيت حشري ديزانول والاغتاكروم ده مبيت حشري الديكتوماكس والحاجات دي دي حؤن معروفة والقوم اكوا الكلام دي حؤن معروفة وبينصح بيها الطب البطري تمام? طبعا الحاجات دي كلها احنا عارفين دي لازمتها ايه لكن البنزين عشان نستعمله مع كلب طبعا ده اكبر خطر وبيشكل خطورة على حياته واوعى حد يعمل حاجة مش عارفها الحاجة التانية كان في حد يكلمني وقال لي يا كابتن ابو نور انا رحت للدكتور ادى الكلب بتاعي اي فو ماك تمام وادى له اربعة سنتي فيتامينات اللون هابوني طبعا اللون البوني ده يبقى فيتامينات اكيد بقى يطاري تمام وقال لي ادي له اتنين سنتي النهاردة واثنين سنتي بكرة يا جماعة حرصهم 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 بلاش نستعمل اي فيتامينات مع الايفو ماك الاردني والديكتو ماكس اي حقا نستعملها بصوا ركزوا معايا في الكلمة اللي هقولها دي كويس لو اديت تطعيم سناي لو اديت تطعيم خماسي لو اديت تطعيم سباعي لو اديت تطعيم حشرات زي الايفو ماكس والايفو ماك الاردني لو اديت تطعيم سعار اوعى تستعمل اليوم اللي انت اديت فيه الحاجات دي اي ده ادوية تانية للكلب اوعى تستعمل اي ادوية تانية للكلب لان ده هيشكل خطورة على كلبك وحيسبب مشكلة انت في غنى عنها طبعا الحاجات دي حرص منها اوعى اي تطعيم احنا بنقول احنا هنسمي الايفوماكو هنسمي الدكتوماكس تطعيمات هنسميهم تطعيمات اوعى تستعمل مع اي تطعيم من دول اي برسامة ولا كابسولة ولا حاجة لكلام من ده خالص اوعى حرص من الحاجات دي كويس ليه لان اي تطعيمات بتخش الجسم او اي حاجة بتتاخد للكلب ونستعمل معها اي حاجة تانية والفيتامينات بالذات لا ده الفيتامينات ما تنسوش ان كمية الفيتامينات لما تبكترها على الكلب بتعمل حساسية وانت كمان مدي حاجة ممكن تشغل حساسية زي الايفوماك او الكلام ده طبعا اكبر غلط وعايزين نعرف في حاجة برضو حابب ان انا نوضحها شوية ومحدش يزعل مني من كلامي ده قطرة البيترين يا جماعة لهم تخصصات تمام طبعا بعد احترامي لهم وكلهم ناس محترمين بس لهم تخصصات زي فيه دكتور خاص بالحيوانات الاليفة تمام دارس الراجل دارس دارس في دراسته العلاجات البيطرية المواشي والحاجات دي ومعهم الحيوانات الاليفة وفيه دكتور دارس البيطري المواشي والخيول والحاجات دي كلها لكن مش دارس الحيوانات الاليفة فكل حاجة لها علاجات وكل دكتور بيبعنده خبرة في التعامل مع الحاجة بتاعته ويا رب يوفق الجميع ويا رب ما يضر اي حد ويا رب تكونوا استفدتوا من الحلقة دي قلت بقدر الامكان ان انا نفيدكم ونوصل لكم معلومة بسيطة تمام ويا رب تكون الناس استفادت مني تحياتي لكل دكاترة البيتريين في مصر وفي كل مكان في الوطن العربي وتحياتي لكل مربيين الحيوانات سواء كلاب سواء خيول سواء مواشي سواء اي حاجة تحياتي للجميع لان اي حد بيربي حيوان ربنا واحده عالم ان اي حاجة تخصر الحيوان ده بتأثر عليه نفسيا قبل ما تكون معنويا نفسيا ومعنويا قبل ما تكون ماديا يعني تحياتي للجميع واحلى مساء عليكم ويا رب تكونوا استفادتوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلقه خلقه ونعم كله شغالة اوط والحمد لله بص على هو اف بي هنا على الباب بص هو اف بي خلقه